السلام عليكم ومرحبا بكم مرسا أخرى وشاق اللغة الإنجليزية درسونا لهذا اليوم سيكون حول المضارع البسيط كما عودتكم الشرح سيكون شرح جيد للغاية وكذلك بالدرجة المغربية باش تعم الفائدة إلا كنت أول مرة تشوف القناة هبط تشترك وفعل جرس باش توصل بكل جديد إن شاء الله وما تنساش خليلي يا جيم أعد كمل الفيديو نبدأ الفيديو دينا على بركة الله مرحبا بكم مرسا أخرى خذكم تعرفوا قبل ما ندخلوه في الديطايل ديال الباست سيمبل ونشرحوه لقاعدة دياله النوع الأفعال في اللغة الإنجليزية كتنقسم إلى نوعا نوع يسمى أفعال شادة بمعنى irregular verbs وأفعال منتظمة وتسمى regular verbs مني كنا نصرفه الأفعال في الحاضر البسيط كنت ما كيبناش هذا الفرق هذا أولا كذلك في الحاضر المستمر ما كيبناش هذا الفرق ولكن مني غنجي ونحوله الفعل إلى الماضي يجب علينا نخطبع الاعتبار واش الفعل كينتامي للأفعال الشادة اللي هي irregular verbs أولا كينتامي للأفعال المنتظمة واللي قد تسمى regular verbs وهاتجوش ديال الاختلافات ما تخليوهم شي برصدوكم علاش حيث شفيد الفيديو غدي نقوموا بشرح كلاهما بطريقة مفسرة يعني وبلي ديطاي ديالهم باش ما يبقاش عندكم حتى شيشك بالنسبة للأفعال الشادة وهي الأفعال التي يتغير شكلها عبر الزمن هما واحد الأفعال اللي مني كنجي ونصرفهم يأما كيتغير كليا أو جزئيا ويقدر ما يتغير شكا يأما كيتغير كليا يعني السيغة دياله كتغير عبر الزمن أو كتغيري واحد الجزء دياله تقدر حرفه لجزء الحروف أو لا ما كيتغير شكا حيث شكينا بعض الأفعال اللي كيتاميوا الأفعال الشادة ولكن في التصريف ما كيتغيروا مثلا هنا يوضعت لكم ثلاثة ديال الأفعال الشادة وقمت بتصريف ديالهم الباست سيمبول بحال مثلا الرايت فرب تلرايت يعني يكتوبه في البريزنت سيمبول كيكون الرايت وفي الباست سيمبول كيولينا روت في البريزنت سيمبول كيكون الرايت وفي الباست سيمبل كيتحول وكيولي روت كيما لحتو ان انا بدنا حرف اي بقو وكذلك تحولنا في الباست سيمبل وكيولي سلبت هلا كنحيدو حرف اي وكنعوضو بحرف تي وكذلك فيعل تو ايت يأكلو تو ايت حولنا في الباست سيمبل وصبح ايت ايت وهذه هم التغييرات اللي كي ترأو على بعض الافعال واللي كنت تسمى الافعال الشادة ما تقلقوش خليت لكم في صندوق الوصفة بطوله وبركو على اللي ينتمى غادي يديكم مباشرة باش تريشارجي والبي دي اف اللي فيه قاع الافعال الشادة بتصريفات الثلاثة في الحاضر والماضي والباس بارتيسيبل غادي تريشارجيوهم وغادي تحفظوهم وهكا ما غايبقى شاندكم مشكين مع الافعال الشادة ايفو غادي تحفظوهم غادي الافعال الباقية غادي يجيكم ساهلة دابا غادي نمرو ان شاء الله باش نشرحو الافعال المنتظمة هي افعال تقتصر على اضافة حرفي اي دي في اخرها باش تحول الى الماضي الباسط كنقبطو الفعل وكنزيدلو اي دي في الاخير ديالو وهكا كنكون حولناه الى الماضي الباسط هو كين واحد الشرطي لك الفعل في الاخير ديالو حرف اي كنقتصر اننا نضيفو فقط حرف دي ما كننخليوش داك ال اي وكنزيدو لها اي دي في التالي ديالو وهنا يوضعت لكم ثلاثة ديال الامثلة ديال الافعال المنتظمة في البرزنت سيمبل كيكون واتش الباسط سيمبل كنزيدو لها اي دي وكتحول كتولي واتشت كما لحتو اننا اضفنا لها فقط حرفي اي دي في الاخير باش رجعوها في الباسط سيمبل وكذلك فعل to help يساعدو او تساعدو ضفنا له كذلك حرفي اي دي وكذلك فعل open يفتحو المعنى ديالو بالعربية هي يفتحو زدنا له فقط اي دي opened وهذا هو الفرق ما بين irregular verbs و regular verbs يجب علينا الحفظ ديالهم حيث ما عندهم حتى شي قاعدة كما قلتكم ستلقوهم في صندوق الوصف ما عليكم الا تدخلو ترشارجو البي دي اف وهكا يمكنكم تحفظوهم بالطريقة الصحيحة اما regular verbs فكنضيفو لهم فقط ال اي دي باش نحولوهم الى الماضي وهنا نجد القاعدة اللي كتبنا لها past simple وهي subject وهذا subject يقدر يجعل شكل اسم يعني احمد محمد مريم وما اذا ذلك من الاسماء او كي يجعل شكل ضمائر والضمائر هما i you he she eats we you and thee زائد v2 يعني التصريف الثاني للفعل الشاد irregular verb او لا اي دي كما شرحت لكم بالنسبة ل regular verbs وكنزيد عليه ال object يعني الشيء الذي نتحدث عنه في الجملة وكما قلت لكم ان v2 هو التصريف الثاني للفعل الشاد irregular verb اي دي هي اللي كنضيفو في الاخير للافعال المنتظمة لما كتغير شعب رز الزمن وكتختصر على اضافة حرفي اي دي في اخرها باش تحول من زمن الحاضر الى زمن الماضي وكما قلت لكم الشرط الى كان الفعل في الاخير دي له حرف اي كنلغيو ذاك ال اي وكنزيدو له ال اي دي او اللي كنخلي له ذاك ال اي وكنضيفو فقط حرف دي اما الان فسنا مروا الى فقرة الامتلة باش نشوف كيفاش حطينا الافعال وسط الجمل بالنسبة للافعال الشادة irregular verbs استعملنا هنا فعل to write اللي كيتصرف وكيولي root بزمن الماضي البسيط I root a letter to my friend كتبت رسالة الى صديقي I root a letter to my friend والمثال الثاني قمت باستعمال فيه verb to eat اللي كيتحول الى الماضي البسيط اللي كيصبح eat والمثال يقول I ate an apple I ate an apple والمعنى دياله الجمله هذه اكلت تفاحة اكلت تفاحة اما بالنسبة للمثال الاخير بالنسبة للافعال الشادة فاستعملت هنا verb to read وهذا الفعل هذا ينتمي الى الافعال الشادة رغم ذلك لا يتغير شكله عبر الزمن الشكل دياله ما كيتغيرش عبر الزمن كما كيكون في الحاضر كيكون في الماضي وكذلك في past participle of the verb والمثال يقول She'll read a book last week She'll read a book last week قرأت كتابا الأسبوع الماضي قرأت كتابا الأسبوع الماضي اما الآن فصلنا مروا الى امثلة افعال المنتظمة امثلة الافعال المنتظمة وهنا استعملت فعل to watch يشاهدوا او تشاهدوا المثال يقول I watched a film yesterday I watched a film yesterday I watched a film yesterday شاهدت فيلما البارحة شاهدت فيلما البارحة فقط كما لحظت ضفت له فقط حرفي ايدي في الآخر المثال الثاني وهو She helped me a lot She helped me a lot ساعدتني كثيرا ساعدتني كثيرا هنا استعملت فعل to help يساعدوا او تساعدوا يساعدوا او تساعدوا وكذلك ضفت له فقط حرفي ايدي في الآخر باش نحوله من الحاضر الى الماضي المثال الاخير المثال الاخير استعملت فيه verb to visit verb to visit يزوروا او تزوروا المثال يقول I visited my grandmother last week I visited my grandmother last week زرت جدتي الأسبوع الماضي نعدوا مرة واحدة اخرى I visited my grandmother last week موسيقى اشتركوا في القناة